موسيقى متى الخير اهلا مسهلا بحضراتكم في سنة جديدة من لازم نفهم احنا مر سنة كاملة على هذا البرنامج اللي ربنا وفقنا فيه بفضل حضراتكم وبنبدأ سنة جديدة مع برنامجنا لازم نفهم اللي هو طول الوقت بيحاول انه هو يستجيب لرغباتكم ويناقش قضيانا كلنا في حياة الناس هو ده همنا الاساس ان احنا نناقش حياتنا طول الوقت سنة جديدة وشكل جديد من اللي لازم نفهم بنحاول ان احنا نطور نفسنا طول الوقت ونستجيب لمشاكلنا وازماتنا وان يكون البرنامج اقاعه طول الوقت اسرع عايز اقول لكم ان السنة الجديدة دي ان شاء الله ربنا وفقنا فيها هيكون برنامجنا له شكل مختلف وثوب جديد بمعنى انه هنركز طول الوقت على ان حضراتكم تكونوا البصلة بتاعتنا اللي بتختار القضايا والشخصيات اللي موجودة في البرنامج وبتختار الملفات الشائكة اللي بنحاول نقطحمها فيه لازم نفهم البرنامج هيكون جزئين اسبوعيا لقاءنا اسبوعيا هيكون الساعة 11 مساء ان شاء الله يوم الاربع الجزء الاول طول الوقت زي ما اتفقنا وزي ما تعودنا على مدى سنة كاملة ان احنا بنرى التحقيق استقصائي تلفزيوني بالصوت وبالصورة وبالكاميرات الخفية بقدر ان كان بنحاول نوصل للمسكوت عنه والخافي في حياتنا وبنستضيف الاطراف اللي لها علاقة به والسادة المواطنين ايضا اللي لهم علاقة بهذه القضية وبنفتح طول الوقت تلفزيونتنا لمداخلات حضراتكم علشان نحاول ان احنا نشخص ازماتنا ونحاول نجد لها حلول مبتكرة الجانب التاني في السنة الجديدة من لازم نفهم هو الاعتماد الكامل ان شاء الله على حضراتكم المشاهدين بالصفة عامة والمواطنين في اختيار القضايا وفي تحقيق المشاكل والازمات بتاعتنا من خلال ايه؟ من خلال صفحة لازم نفهم على الفيسبوك وتويتر هتتلقى اللي موجودة امام حضراتكم على الشاشة هتتلقى حاجتين على مدى الاسبوع ونكون متواصلين معاكم طول الوقت ان احنا نتلقى منكم اقتراحتكم وافكاركم ومشاكلكم اللي ممكن البرنامج يقتحمها ويعمل عليها تحقيقات استقصائية وان احنا نصور وهتكونوا انتم مصدر هذه القضايا ومنتظرين منكم طول الوقت انكم تقولوا لنا ايه القضايا اللي ممكن ندخل فيها اللي بتهم حياتنا كلنا بالاضافة الى الجزء التاني من البرنامج اسبوعيا وهو استضافة احد المسؤولين في الحكومة او في الجهات الخدمية المختلفة او في الوزارات او في الهيئات اللي خاصة بحياتنا ان حضراتكم برضو هتقولوا لنا انتم محتاجين من يجي فلازم نفهم عشان نحاول نفهم معاه بحيث ان احنا ندير حوار معاه سواء في الستوديو او من خلال مداخلات حضراتكم علشان نحاوره ونشوف ابعاد هذه المشكلة هو ده لازم نفهم في السنة التانية خلونا نطلع فاصل ونرجع تاني نبدأ السنة التانية بحلقة مهمة جدا بالنسبة لكل واحد في الشعب المصري